خلال رحلة العودة عودة النادي الاهلي من تونس تم عرض فكرة التعاقد مع محمد علي بن رمضان على مرسل قرار قالوا للمدرب كنت لسه بس قالوا لوقتي للمدرب العام السابق للتراجي التونسي كابتن عثمان النجار قالوا للمدرب انه هو لعب جيد وهو اللاعب اللي كان بيرائب او اللي كنت مخلي مران عطية يرائبه في هذه المواجهة قال لهم هو عجبني فعلا عايز اشوفه في مباراة العودة وعايز اشوفه في مباراة اخرى عشان احسن قراري ان الاهلي يروح يتفوض على ضم محمد علي بن رمضان في رأيه واحد من اللاعبة الهيلة جدا واحد من افضل اللاعبي اللي موجودين حلام في شمال افراق بالعب في شمال افراق يعني منذ سنوات كمان منذ بداياته يعني